السودان في مرحلة جديدة من مساره الانتقالي فالاتفاق السياسي الجديد بين المكونين العسكري والمدني أنعش الأمال مجدداً في إنقاذ البلاد من الانزلاق أكثر نحو المشهول بمجب هذا الاتفاق بشرت السلطات السودانية إطلاق صراح المعتقلين السياسيين في الأحداث الأخيرة كما استأنف عبدالله حمدوك فوراً مهامه رئيساً للوزراء من مكتبه في الخرطوم ووفق بنود الإعلان السياسي يبشر حمدوك على الفور مشاورات تكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة في المرحلة ستتم كذلك مباشرة التحقيقات في الأحداث التي جرت أثناء المظاهرات من وفيات وإصابات بين صفوف المدنيين والعسكريين ليتم على إثرها تقديم الجنات للمحاكمة في تحركات المرحلة التي يستعجلها الاتفاق استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام من المرتقب أيضاً إنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي خصوصاً بعد إشادة رئيس مفوضية الاتحاد موسفق محمد بالاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية ومع الإشادة الدولية بالإعلان السياسي السوداني الجديد من المتوقع كذلك تراجع أطراف دولية عن تعليق المساعدات وجهود شطب الديون الخاصة بالسودان المرحلة حساسة والالتزامات كبيرة والتطلعات لبداية تحول حقيقي في السودان أكبر